ليش ما توفر المدرب يعني اتحاد نفس الاتحاد وكلهم ولد اللعبة يعني متقول طارئين ما كتار على الاتحاد مالتنا واسماء مهمة قودة ليش ما يوفرون للمدرب المحلي يعني بما متوفر إلى المدرب الأجنبي المدرب الأجنبي لما يتعاقد مع أي منتخب مو أنه شرط منتخب العراق محمي محمي من كل الجهات على وفق شروط ونقاط يوضحها فدائما يكون محمي إذا ما توفرت هذه راح يكون هناك خلاف وراح تكون مشاكل راح تكون شكاوي آسيوية ودولية يضطر الاتحاد ينفذها عكس ما هو المدرب المحلي أنه يخلي شروط ويخلي نقاط لكن ما محمي وما أشكوتها ما توصل لا توصل آسيوين ولا دوليين الخلل وين الخلل بينا إحنا كاتحاد وكمنظومة آها اليوم أنا من أوفر للأجنبي لابد وين إذا ما أريد تنجح لابد أن أوفر كما للأجنبي للمحلي طيب وأدعم دعم كامل الخلل وين خلل عدنا إحنا كمنظومة طيب برأيك يعني آسف تعاقد مع مدرب عالم كبير يعني أدفكات تحديدا كان محسوب بدقة لا أبدا فشون صعب يلا منو عدنا زيان نجيبه اي لا لا صار الوقت قصير جدا قبل الدخول بالتصفيات فترة قصيرة ما بتجاول انك 30 يوم تقريبا 35 يوم فأي مدرب شوف يتصالات مكانيات الفنية ما يعرف الياقة البدنية كل شي ما يعرف الأسابات وماذا عدولهم فترة كل شي ما يعرف فهنا الأخطاء المتكررة يوم من تجيب مدرب وطالبة في نتائج وهو 35 يوم مدرب عالمي وما يعرف اللاعبين ولا يعرف الدور العراقية ولا يعرف يمكن حتى منتخب العراق هل سيقول أنا مو ضديع خلنا نقول بالاتحاد وفهمي لكن أنا من أشوفها بهذه الفترة المدرب يراد لفترة اعداد طويلة طويلة جدا تعرف زي معقول اتحادنا ما يفهم هاي النقاط لا هو راد شنو صار حديث الشارع كثير المدرب العجنبي ومدرب عالمي ومدرب عجنبي ومدربة فاضطروا أنه يجيبون اسم مجرد أنه أجيب اسم أسكت الشارع بهذا المدرب على ضوهة أنا وراها أخطط واللي صار أنه ما ممكن تجيب مدرب عالمي على مستوى عالي تجيبه على فكر لاعب عراقي صح سالب وموجب صح ايها يضطروا الكتب اللقيت على هذا الشيء ايه ما ممكن ايه ما ممكن